مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس الثاني أنوان الدرس أدوات الربط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيج وفيسبوك الستاطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت السادس الدرس الثاني أدوات الربط بالفقرة الأولى يقول لي match the sentences to the pictures طابق هذه الجمل منطيني مجموعة من الجمل بالصور منطيني كذلك مجموعة من الصور المناسبة لها إذن كمقدمة للدرس منطيني الجمل والصور وبعدها رح نتعرف على مجموعة من الأشياء أو الكلمات اللي نسميهن أدوات الربط بالبداية number one أولا today is hot and sunny اليوم الطقس حار ومشمس يا صورة من الصور المناسبة لها؟ الصورة C فأوصلها بالصورة C number two ثانيا I am tired and I'm tired as well as thirsty أنا تعبان وعطش يا صورة من الصور المناسبة لها؟ الصورة D فأوصلها بالصورة D I am thirsty number three I am thirsty because it's hot أنا thirsty عطشان because it's hot لأن الجو حار يا صورة من الصور المناسبة لها؟ صورة A أما number four رابعا I don't like carrots أنا لا أحب الجزر but I love peas لكنني أحب البزالية يا صورة من الصور المناسبة لها؟ الصورة E أما الأخيرة You can have carrots or peas يمكنك أن تحظى بكاروت الجزر أو peas البزالية يا صورة الصورة B هذا ما يخص الفقرة الأولى بداية قبل ما أنتقل للفقرة اللي بعدها هو منطينة مقدمة بهاي الجمل أنه مستخدم لأدوات الربط مثل الاند الاس والأز البيكوز البت الـ الـ الى آخره منطينة جمل ومستخدم بها أدوات الربط نحن نخذينا سابقا بالسادس الابتدائي الاند والبت الاند تعني و والبت تعني لكن و إذا تذكرون قلنا أن الان تربط بين جملتين متشابهتين والبت تربط بين جملتين مختلفتين هذا نسميه أدوات الربط وهو منطينة بعد ثلاث أدوات الربط جديدة اللي روما سأتعلمهم بالأول متوسط نتعرف عليهم نتعرف على استخداماتهم إذن كبداية هذا مجرد مقدمة للدرس ذن الجمل من الممكن تجينا بالامتحان التحرير سمثل ما رح نجي نوضح إن شاء الله يطلب من عندني أربط بين جملتين رح نجي نشرح إن شاء الله الأدوات الربط اللي هي الاند البيكوز الاس والأز شو ما تجينا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنها وراها نحل التمارين متعلقة بيها فمن البداية يقول لي هنا أنا نشاط صفي الأستاذ يطلب من الطلاب يقولهم انطوني ثلاث أطعمة مفضلة لكم فمثلا طالب يرفع ايده يقول لي مثلا أنا أحب السمك دجاج والرز بيستخدم الأدات الربط للربط بين هذه الأكلات الثلاثة يسأل سؤال ثاني الأستاذ يقول لي قل رياضة تحبها ورياضة لا تحبها طالب يرفع ايده مثلا يقول لي I like fits wall but I don't like tennis أنا أحب الكرة القدم لكنني لا أحب التنس سيستخدم استخدم بات لأن رياضة يحبها ورياضة ما يحبها الجملتين مختلفات بينما الآن الجملتين مشابهات أنا أأكل أو أنا أحب السمك والدجاج والرز السمك والدجاج والرز ثلاثة نفس الشي نفس النوع أو نفس الفكرة فبالتالي أربط بيناتهم بالاستخدام الأداد and offer your friend a drink هنا نقول لك أعرض على زميلك شراب فأنت لما تريد تجي تأرض على زميلك شراب مثلا نقول له do you want to drink tea or coffee هل تريد أن تشرب قهوة I'm shy دا أخير إذن للتخيير نستخدم or say why you like a book or film قل لماذا تحب فيلم أو كتاب مثلا نقول له I like English for example أنا أحب اللغة الإنجليزية تنطي سبب مثلا تقول له because it's interesting لأنها ممتعة أو لأنه مادة اللغة الإنجليزية ممتعة فهنا استخدمت because ليعطاها السبب say one hobby you enjoy and then add another يقول لك انطيني هواية تستمتع بيها ومن ثم ضيف هوايات أخرى مثلا نقول له I like fishing أنا أحب صيد السمك as well as بالإضافة إلى على سبيل المثال أقول له sailing الإبحار هذا مجرد كذلك مقدمة للدرس يريد يمهد لي أو يريد يوضح لي استخدامات أدوات الربط وراها الأستاذ رح يشرح بطريقة مفصلة أدوات الربط ركزوا ياي وشوفوا شون رح نتعرف على شرح أدوات الربط هذا الموضوع موضوع قواعدي مهم جدا بالامتحان التحريري هنا ننتبه لشي يقول لي نستخدم أدوات الربط للربط بين جملتين كلمتين وتأتي في وسط الجملتين أو الكلمتين نتوقف شوية شنية تربط بين جملتين أو كلمتين أولا مثلا عندي أقول لك I like football أنا أحب كرة القدم I like tennis مثلا على سبيل المثال أنا أحب رياضة التنس هسا هذه تسمى جملة وهذه جملة أخرى فأنت الاند إذا تريد تستخدمها للربط تستخدم للربط بين هاتين الجملتين زي نستخدم جملتين عرفناها أستخدم الاند للربط بين جملتين على سبيل المثال لكن شنو بين كلمتين مثلا أقول لك نفس الجملة I like football أنا أحب كرة القدم and tennis والتنس هسا ربطت لي بين جملتين لا ربطت لي بين التنس والفيتبول الفيتبول كلمة والتنس كلمة بينما المثال الأول I like football جملة I like tennis جملة أخرى تستخدم للربط بين جملتين أو كلمتين هسا عرفنا أن أدوات الربط بشكل عام تستخدم للربط بين جملتين أو كلمتين وتأتي في الوسط أكيد يعني لما نربط بين جملتين ذات الربط تكون وسط جملتين وكل واحدة من هذه الأدوات لها استخدام كما في التالي الآن نجل نتعرف على كل واحدة بين أدهن البات تعني لكن هذه شنو معناها لكن أخذناها بالسادس التدائي وتربط بين جملتين مختلفتين هاي كلش مهم من تبهولي عليها شنو يعني مختلفتين أستاذ يعني مثلا إذا كانت الجملة الأولى مثبتة فالجملة الثانية منفية هذه جملتين هاي شنو قلنا البات تربط بين جملتين مختلفتين فإذا كانت الجملة الأولى مثبتة فالثانية منفية أو بالعكس هاي أولى وهذا الثانية إذا كانت الأولى منفية فالثانية مثبتة أستاذ يعني شنو مثبتة شنو يعني منفية احنا ماخذين سابقا أنه المنفية الجملة المنفية شن يعني منفية يعني بيها نوت احنا نعرف ان الجملة المنفية بيها نوت اما الجملة المثبتة اللي ما بيها نوت فاذا الاولى بيها نوت الثانية ما بيها نوت الاولى ما بيها نوت الثانية بيها نوت يعني واحدة بيها واحدة ما بيها اذا واحدة بيها واحدة ما بيها يعني جملتين مختلفات يعني اربط بياناتهم باستخدام العداد بات واذا كان الجملة الاولى منفية تكون الاخرى مثبتة أو إذا احتوت الجملة الأولى على صفة إيجابية احتوت الجملة الثانية على صفة سلبية بعض الأحيان الجملة الأولى تحمل صفة إيجابية والجملة الثانية تحمل صفة سلبية إذا أولى إيجابية والثانية سلبية يعني مختلفات أربط لناتن بالأدات بات ما عرفت أهم الساشون يعني كمثال I bought a CD player أنا اشتريت قرص CD شوفوا الجملة الأولى بها نوت دورت ما لقيت نوت إذا ما لقيت نوت سمناها مثبتة أخلي فوقها علامة الزائد معناها مثبتة زين الجملة الثانية I didn't work إنه لم يعمل ما يشتغل هذا CD I didn't مختصر ما شنو I did not يعني ش لقيت بيها بيها نوت يعني شنو من فيه أرمز لها بالرمز السالب الأولى مثبتة من فيه موجبة سالبة ما بيها نوت بيها نوت يعني الجملتين مختلفات إذا الجملتين مختلفات تربط بياناتن بيعدات بالعدات but الثانية The match was interesting المباراة كانت ممتعة but the weather was horrible لكن الطقص كان فضيع شوف هنا نطلع باوعت على الجملة الأولى لقيت ما بيها نوت قلت موجبة الجملة الثانية ما بيها نوت قلت موجبة باوعت لقيت الجملتين من الشابهات لكن انتبه لي شوية الانترستينج ممتعة هذا صفة إيجابية والهرب والفضيع مريع هذا صفة سلبية إذن الجملة الأولى احتوت على صفة إيجابية والجملة الثانية احتوت على صفة سلبية فبالتالي أربط بياناتهم بالأدات but المباراة كانت ممتعة لكن المشكلة أن الطقص كان سيء أو فضيع هذا ما يخص البت ننتقل للأدات الثانية طبعا هنا أنا قلت لك حيث نلاحظ في المثال الأولى أن الجملة الأولى التي سفقت but مثبتة والجملة بعدها منثية قلنا هاي مثبتة هذه منثية فمنختلفات أربط بياناتهم بالأدات ونفس الفكرة مع الجملة الثانية الآن ننتقل للأدات الثانية اللي هي الانت شن معنى أنت احنا ما أخذيها كذلك بالسادس التدائي معناها و وتربط بين جملتين متشابهتين قبل شويش قلنا قلنا الجملتين مختلفات لس ش رح نقول متشابهات شن يعني متشابهات لنفترض أنها الجملة أولى وهي جملة الثانية الأولى مثبتة الثانية مثبتة الأولى من فيه الثانية من فيه يعني إذا الأولى بيها نوت الثانية بيها نوت الأولى ما بيها نوت الثانية ما بيها نوت لازم يتكون مشابهات إذا كانت الجملة الأولى مثبتة فالثاني كذلك مثبتة إذا كانت الجملة الأولى منفية كذلك الثانية منفية أو انتبه لنانا إذا كانت الجملة الأولى تحمل صفة إيجابية فالثانية كذلك تحمل صفة إيجابية أيضا لازم إيجابي بإيجابي أو سلبي بسلبي ما أفتهمت أستاذ شون يعني يعني على سبيل المثال The weather is hot الطقص حار and sunny ومشمس حار ومشمس أثنيه ناتهم صفات من نفس النوع ستريد أن أسميه الإيجابيات هكو بعض الناس يقول الطقص حار والمشمس بالنسبة لي هي إيجابي أكو بعض الناس يقولون هذا سلبي أثنيه ناتهم من نفس النوع الحار لنفترض إيجابي فالمشمس كذلك إيجابي الحار إذا كان سلبي تعتبره فالمشمس كذلك سلبي وهكذا إذا صفتين من نفس النوع من نفس الفكرة فبلتالي صفتين إيجابيات أربط بعنات البلادات شوفوا أنه لم أربطت بين جملتين مثل ما بالبط هذه جملة وهذه جملة هذه جملة وهذه جملة لأنه لم أربطت بين جملتين وأنه لم أربطت بين كلمتين شوك كلمتين أربطت بين عادتين الهوت والساني الجملة الثانية قلنا إحنا اتفقنا سابقا أنه من الممكن أن أربط بين جملتين أو كلمتين كل الأدوات نربط I bought a sweater for Nadia and a shirt for Amna شوفوا أنه اشتريت بلوز لناديا وقميص لعامنا شوفوا هنا ركزوا يا طلاب الجملة الأولى موجبة ما يعني موجبة؟ ما بيها نوت والجملة الثانية كذلك موجبة ما بيها نوت مثبتة ثلاثة مثبتة جملتين من الشابهات أربط بين عاداتين باعدات باستخدام العادات جملة مثبتة جملة مثبتة متشابهات أربط بين عاداتين بالعادات ولاحظنا أنه لم يكن مختلف يعني لم يكن هناك صفحة إيجابية وهنا سلبية أو بالعكس على الممكن أن أربط بيانات بالعادات وأنه ما تجملتين من الشابهات ما بياناتين صفحات مختلفة هذا ما يخص استخدام الآن الآن ننتقل إلى استخدام البكوز قلنا البكوز تعني شنو؟ لأنه وتعطي السبب ركزوا إياي هذه البكوز تستخدم لأعطاء السبب أي أنها تربط بين الجملة وسببها ما افتهمت استاذ شون يعني إذا تذكرون يوكش قال اليابان خضراء ليش خضراء؟ لأنها تمطر كثيرا في الصيف إذن السبب أن اليابان خضراء أنها تمطر كثيرا في فصل الصيف إذن إذا كانت الجملة الثانية السبب للجملة الأولى أربط بيناتهم بالعداد البيكوز ننتقل إلى الأداء اللي بعدها اللي هي الأور أور تعني أو وتفيد التغخير لما أردى خيرك بين شغلتين أستخدم الأور لذلك غالبا غالبا مدائما غالبا ما تأتي مع الجملة الاستفهامية أنا لما أردى أقدم لك كمثال مشروب أقول لك تريد شاي لو قهوة انتبه لي أنا دا أخيرك دا أسئلك إذن دائما أو غالبا تأتي مع الجملة الاستفهامية لما أردى خيرك أسئلك فأنت تجاوبني حسب التفضيل معتك التخيير أو الأور دائما تأتي مع الجملة الاستفهامية مثلا أقول لك Do you like red t-shirt هل تحب التشيرت الأحمر or do you like the blue one better لو تحب التشيرت الأزرق ركزوا إياي من هنا طبعا لازم من هنا نعرام السؤال نهايتها لأن دا أخيرها أو لأن دا سئلة أقول لك أنت تحب التشيرت الأحمر أو الأخضر إذن نهايتها لهم السؤال لأن الجملة الاستفهامية ولأن دا أخيرها بين تشيرتين أحمر وأزرق إذن دا أستخدم أداة الربط العور منطقة اللي بعدها اللي هي ال as well as وتعني بالإضافة إلى وتستخدم لإعطاء خيارات إضافية انتبه لطلاب شن يعني إعطاء خيارات إضافية يعني على سبيل المثال تقول في الحديقة الحيوانات I saw elephants and lions رأيت الفيلة والأسود هنا أنا عددت شغلتين أنا بحديقة الحيوانات شفت فييلة وأسود زي أنا تريد تضيف بعد تقول as well as tigers بالإضافة إلى tigers يعني إذا أنت تتعدد عدة أمور وتريد تضيف بعد خيارات إضافية لهذه الأمور تتعددها تستخدم أداة الربط ال as well as هذا ما يخص أدوات الربط تعرفنا عليهم عرفنا شون استخدامهم شون معنى كل واحدة من أدهن الآن قبل ما ننتقل للصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان أكو فقرة مهمة جداً مثلاً ضربت لكم مثال قبل شويش قلت لك I like football على سبيل المثال أنا أحب كرة القدم هاي جملة أولى I like tennis أنا أحب التنس جاب لي لنفترض هذا المثال بالامتحان وش قل لي؟ قل لي join شون معنى join؟ أربط أربط هاي الجملتين باستخدام أداة الربط مناسبة هسا أنا داسئلك شون أداة الربط المناسبة لهاي الجملتين؟ لاحظوا جملة الأولى مثبتة الثانية مثبتة واثنينات من نفس الفكرة إذا مثبتات واثنينات من الشابهات أربط باستخدام أداة أداة الاند إذن هسا الآن أداة الاند أستخدمها للربط بين جملتين أو كلمتين أجي أنا زل الجملة الأولى I like فوتبول أنا أحب كرة القدم قلنا أنه أداة الربط تأتي بين الجملتين فأخلي الاند ومن ثم الجملة الثانية لاحظت الشغلة I like ب I like الكلمتين مشابهات أو متكررات إذا الجملة الثانية بها كلمات متكررة من الجملة الأولى ما يحتاج أكتبها فما يحتاج أكتب مرة ثانية I like عن تنس فصارت أنا أحب كرة القدم والتنس أحسن ما أقول أنا أحب كرة القدم وأنا أحب التنس الكلام يصير مكرر يصير مو ما يصير يعني تقدر تنزل ال I like مرة ثانية لكن على مدى تكون الإجابة أضبط ما يحتاج تكتب الكلام المكرر هذه ملاحظة خليها بالك على أثناء حل الصيغة اللي ممكن تجيك بالمتحان هالسشون تجيني بالمتحان كما في الصيغة التالية ركزوا يا يا طلاب هذا الصيغة ممكن تجيك بالمتحان مهمة جداً حاول تكتبوها بالدفتر وتحفظوها فمثلاً النقطة الأولى تقول The car won't start السيارة ما رح تشتغل There isn't any petrol in it لأنه ما بها أي وقود هسه مرات يقول لي بالامتحان join أربط لي باستخدام الأداة الربط الفلانية أنت هو يقول لك ها نريدك تستخدم له هاي أداة الربط وبعض الأحيان بالامتحان ما يجب لك أداة الربط لازم أنت تعرفها طلاب هسه أنت أسئلك هاي الجملة الأولى السيارة ما تشتغل ليش ما تشتغل السيارة لأنه ما بها بنزين إذن إذا ما بها بنزين ما تشتغل إذن الجملة الثانية هي السبب للجملة الأولى ليش السيارة ما تشتغل لأنه ما بها بنزين إذن يا أداة من أدوات الربط تستخدم ليعطاء الأسباب أداة ال because فإذن بدون ما يقول لي إذا جاب لي بالامتحان خيراً على خيري لأنه سهلها علي لكن إذا ما أجاب لي الإمتحان لازم أعرف أنه هذي هي سبب الجملة الأولى فبالتالي استخدم الأداة ال because وين أخليها؟ وسط الجملتين كالعادة أداة الربط دائما تكون وسط الجملتين فأبدأ أقول لها the car won't start السيارة ما تشتغل هذه الجملة الأولى نزلتها أنا أزل ال because طبعا أستاذ شون عرفت أن الجملة الأولى انتهت؟ أكيد أكون نقطة تفصل بين الجملتين فأقول لها because there أنا أزل الجملة الثانية isn't any petrol in it السيارة لن تعمل لأنه ليس فيها وقود الجملة الثانية I bought watch for Nadia اشتريت ساعة يدوية لنادية I bought sweater for Amna واشتريت بلوز لعامنا شقل لي؟ قل لي join أربط ما قل لي استخدم الأداة الفلانية انت شوفوا يا أداة مناسبة واستخدمها طبعا لاحظوا أن الجملة الأولى مثبتة الجملة الثانية مثبتة الجملة الأولى ما بيها شيء إيجابي أو سلبي الجملة الثانية ما بيها إيجاب وسلبي ولا لقيت علامة استفهام بالنهاية ولا أكو جملة سبب إذن هذه أربط بينات باستخدام الأداة لأن الجملتين مش شابهات لاحظوا طلاب شغلة هاي كلش مهمة ركزولي عليها لقيت هنا أنا I bought ولقيت هنا أنا I bought الآيبوت الثانية ما يحتاج بعد أكتبها مثل ما وضحنا فأكتب الجملة الأولى I bought A watch For نادية اشتريتوا ساعة يدوية لنادية And و العبوت بعد ما يحتاج أكررها مرة ثانية A sweater For عامنا وبلوز لعامنا ربطت بيناتين باستخدام الأداة And اللي بعدها There are birds and insects شوف هنا أنا لقيت and يعني هو مستخدم لي أصلاً أن هناك طيور وحشرات In the zoo في حديقة الحيوانات There are also large animals Like tigers lions and elephants شوف هنا أنا طلاب بيريدي خليني شنو؟ بيريدي عدد تعداد إضافي أو إضافة خيارات إضافية مثل ما وضحنا إذا نستخدم الهيائدات As well as أجي طبعاً إحنا قلنا هذا There are متكررة ما يحتاج نكتبها وكلمة also معناها أيضاً As well as رح تحل محل ال also فنزل الجملة الأولى There are birds and insects هناك حشرات وطيور In the zoo في حديقة الحيوانات As well as بالإضافة إلى Large animals like tigers Large animals like tigers Lions and elephants كملتها أو ربطت بين الجملتين باستخدام ال as well as استاذ لماذا استخدمت ال as well as؟ لأنه معدد قال لقيته هناك طيور وحشرات في حديقة الحيوانات وراد يضيف بعد مثل شنو بعد اللي راد يضيفه Tigers Lions العاخري يوسف bought cd It didn't work يوسف اشترى cd لم يعمل هالمرة مسويليها على شكل فراغ يعني مسويليها على شكل صيغة جديدة بس يقول لك أريدك تتخليلي As well as لو but لو because شوف هناك جملة الأولى مثبتة وجملة الثانية من فيها جملتين مختلفات أربط بيناتهم باستخدام يعدات أعدات البط يوسف اشترى قرص cd لكنه لم يعمل Do you like red t-shirt Do you like the blue one شوف هناك شو لقيت لقيت علامة السؤال اتفقنا انه اللي يجوه لجملة الاستفامية شنوه الأداة or طبعا Do you like Do you like متكررات ما يحتاج أكتب له فأقول له Do you like The red t-shirt هل تريد أو هل تحب القميص الأحمر or أو أخلي أداة التخيير اللي هي or The blue one better أم تحب اللون الأزرق أو تحب التشيرة الأزرق إلى آخر شون استخدمت الأداة or لأنه نقيت بنهاية الجملة على أن تستفهم عرفت أنه هذا للتخيير هذا ما يخص أدوات الربط عرفنا شون تجينا بالامتحان شون كل وحدة استخدامها شون تجينا بالامتحان شون نقدر نجاوب عنها وصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان هاي حاول تكتبوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ننتقل إلى تمرين رقم واحد يقول complete the sentences with the words and the phrases from the box أكمل الجمل باستخدام كلمات أو عبارات من الصندوق منطين الآن as well as because but or مثلا نقطة A people speak English in Kenya الناس تتحدث اللغة الإنجليزية في كينيا فراغ they speak Portuguese in Mozambique فراغ يتحدثون البرتغالية في Mozambique شون الكلمة المناسبة للفراغ شوفوا هنا طلاب الجملة الأولى تحمل صفة الإنجليز اللغة الإنجليزية والجملة الثانية بها Portuguese اللغة البرتغالية الكلمتين مختلفات فهنان دا يتحدث عن بلد وهنان دا يتحدث عن بلد آخر إذن جملتين مختلفات فاربط بناتهم باستخدام الأدات but you can have a water فراغ orange juice but not both شوف هنا أنا شي يقول له يقول له يمكنك أن تحظى بماء أو عصير برتقال لكن ليس كلاه ماء إذن هو دا يخيره إذن استخدام أدات العور the climate is changing الجو في تغير مستمر فراغ of human activity فراغ نشاط الإنسان إذن ليش دا يتغير الجو بسبب نشاط الإنسان إذن أدات الربط للمناسبة هنا the because اللي بعدها I speak French for Arabic أنا أتحدث الفرنش اللغة الفرنسية واللغة العربية هو أن دا أصلا دا أعدد دا أعدد أو دا أربط بين الضغتين اللي هي اللغة الفرنسية واللغة العربية هذا ما يخص تمري لرقم واحد هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيني على شكل اختيارات فحاولوا تحفظوهن حفظوهن ذن الجمل والأدوات المناسبة وأدوات الربط المناسبة لكل جملة ننتقل إلى التمرين اللي بعده تمرين الرقم الثنيا look at Yuki's letter in lesson 1 انظر إلى رسالة Yuki في الدرس الرقم واحد and the students book في كتاب الطالب again مرة أخرى find the sentences with the following linking words write the sentences شوف هنا أنا شي يقول لي يقول لي تذكر رسالة Yuki اللي أخذتها بالدرس الأول بها مجموعة من الجمل كل جملة أما بها and أو بها but أو بها because أو بها or أو بها as as well as تقدر تكتب ليها هنا هنا تروح لكتاب الطالب تشوفهن وتكتب ليها هنا هنا بكل مثال أنا راح تدورت لقيت هاي الجملة I am Japanese boy and I am 13 years old أنا فتاة ياباني وعمري 13 عام شنة ذات الربط اللي قلت أن أنا العاند اللي بعدها جملة الثانية Japan is not very big اليابان ليست كبيرة but لكن it is very beautiful إنها جدا رائعة أو إنها جدا جميلة السخدمة ذات الربط البت اللي بعدها for example you can visit Disneyland go to baseball match or learn to do judo شنة ذات الربط النانا العور وهكذا اللي بعدها there are number of large cities as well as small towns and villages شوفنا نش استخدم ليها ذات الربط ال as well as اللي بعدها Japan is very green because it trains a lot in summer اليابان خضراء جدا لأنها تمطر كثيرا في الصيف هذا ما يخص من الرقم 2 هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري المتحان التحريري مجرد يقول لك أن أنا أمطيتك مجموعة من الجمل برسالة يوكي بها أدوات ربط حاول تطلع إليه أو تستخرج هاي الجمل اللي بيها أو تحمل أدوات الربط هذي اللي أخذناه بهذا الدرس تمرير رقم 3 now join the sentences والعان أربط الجمل use each of the five linking words expressions once only يقول لك باستخدام أحد أدوات الربط الخمسة اللي أخذت هنا شوف هنا أنا طلاب نفس الأمثلة تقريباً أخذناها نحن أو حليناها مثلاً the car won't start السيارة لن تعمل there isn't any petrol in it حفظتوا؟ من يعرف هذه الجملة نربط بينها بأعدات بأعدات لأنه ليس فيها وقود ليش ما راح تشتغل السيارة؟ لأنه ما بيها وقود I bought a watch for Nadia I bought a sweater for Amna I bought I bought متكررة في الثانية ما راح أذكرها أربط بينها باستخدام ذات ال-and فأقول I bought I bought a watch for Nadia and a sweater for Amna اشتريت ساعة لندية وبلوزة لامنا there are birds and insects in the zoo هناك طيور وحشرات في حديقة الحيوانات there are also large animals like tigers there are also متكررة أربط بينها باستخدام ذات ال-as well as نفس الجملة اللي حلناها قبل شوية فنزل الجملة الأولى ومن ثم as well as ونزل الجملة الثانية بدون ال-there are yousif bought a phone it didn't work هذه جملة جديدة يوسف اشترى هاتف لم يعمل جملة الأولى مثبتة من فيه أربط بينها باستخدام العادات but فأقول yousif bought a phone يوسف اشترى هاتف but لكن it didn't work لكنه لم يعمل هذا الهاتف لم يعمل do you like red t-shirt or do you like the blue one better هذا حلنا همرتيا هل تحب التشيرت الأحمر أو القميص الأحمر or do you like the blue one better أم تحب التشيرت الأزرة بما أنه عرامة السؤال أربط هناك بالأدات or واحدة في do you like لأنها متكررة هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة مثل ما والله نحن أن هذا التمرين مهم جدا ليش مهم؟ لأنه ممكن يجيني أحد هذه الجمل ويقول لي أربط بين الجملتين باستخدام أدات ربط مناسبة أما أنت من عندك تكتبها أو الأستاذ ينطيك إياها بالامتحان ويقول لك أربط باستخدامها أما تمرين الرقم أربعة يقول لي أنت صديق يوكي بالمراسلة أريدك أن ترد على رسالة التي رسلتك إياها بالدرس الأول باستخدام هذه الخطوات طبعا هناك شي يقول لي نفس الفكرة يقول لك مثل ما يوكي كان كاتب هناك العنوان مالته والشغلات مالته أريدك أنت هم تكتب لي هيتشي وتبدي الرسالة دائماً دير عزيزي واسم الشخص اللي دازل الرسالة وتبدي هم هناك تجاوب على السلطة اللي سألك يا هبديك الرسالة على شكل مقاطع نصية وبالأخير تكتب يورز واسمك مثلاً أنا اسمي طاهة أكتب هناك طاهة وانا دير يوكي عزيزي يوكي إلى آخره هاي الهيكلية اللي أخذناها بالدرس الأول لكتابة الرسالة يقول لك أكتب رد لهذه الرسالة طبعاً قبل ما أبدي بكتابة الرد هذا التمرين مهم جداً 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 بالامتحان التحريري ليش أستاذ مهم؟ هذا يعتبر إنشاء الوحدة أساسة للحفظ يقول لك أكتب رسالة ليوكي تخيل أن أنت صديق يوكي ورد على الرسالة اللي كتبلك إياها فمثل ما وضحنا كالعادة أبدي بالبداية فوق بعد التمرين مثلاً أكتب له اسم الزقار أو الحي اللي أنت ساكن بي مثلاً أقول له العباس ستريكس حي العباس كربلا المحافظة إراك العراق البلد يا يوم دازل يا على سمثال يوم 15 الآن نجي نكتب طبعاً هذه الطلاب إذا ما كتبتوها رح تنقص من أتكم درجة 2 أو 3 درجات لأن تقسيم الإنشاء هذا عليه درجة ولازم تبدي الإنشاء ماتك دير عزيزي زاداً اسم الشخص اللي دازل الرسالة ها يهم عليها درجة وتبدي ترد على رسالة يوكي مثلاً هو اش قال لك يوكي هل تود أن تصبح صديقي؟ فالتجاوبة تقول له I'd like you to be my pen of friend أود منك أن تصبح صديقي بالمراسلة I am from Iraq أنا من العراق and I am 13 وعمري 13 سنة I live in center of the city أنا أعيش في مركز المدينة I live with my parents أعيش مع عائلتي أو أعيش مع والدي مثل ما هو قل له كان عمري هالقيد أعيش في فلان بلده أنت كذلك لازم كذلك ترد عليه بنفس الطريقة وهنا بوحشة عن اليابان أنت تتكلم عن العراق العراق is a big country العراق بلد كبير It is very nice and it has many places to visit إنه بلد لطيف جداً وفي الكثير من الأماكن لزيارتها There are mountains and waterfalls يوجد في العراق جبال وشلالات and the north في الشمال marshes in the south وأهوار في الجنوب and old ruins وآثار قديمة The Iraqi people are very friendly العراقيين وناس ودودين جداً and helpful ومحبين لمساعدة I hope I can visit Japan أعمل بأنني سوف أستطيع أن أزور اليابان I want to learn to do Jodo وأريد أن أتعلم رياضة Jodo بالأخير أكتب له yours عزيزي أو مع الود بالأخير أكتب له اسمي طاه حسين هذني طبعاً طلاب يعني أغلب الطلاب ما تنتبه أنه أو ينسى يكتب هذني الأمور هذني اللي رح أشيرهم باللون الأحمر هذني عليهم ما لا يقل عن 6 درجات من الإنشاء وباقي الدرجة موزعة على ذن الأمور اللي كاتبهم الطالب كرد على رسالة يوكي إذن هذا الإنشاء للحفظ مثل ما وضحنا للحفظ مهم جداً 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 بالامتحان التحريري تحديداً بامتحان الشهر الثاني من الفصل الثاني هذا بكل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس مهم جداً بموضوع قواعدي اللي هو أدوات الربط تعرفنا عليهم تعرفنا معانيهم شين استخدامهم شلو نتجينا بالامتحان شلو نقدر نجاوب عنهم حلنا التمارين متعلقة بيهم وكذلك لاحظنا أنه كتاب النشاط بإنشاء وحدة الساسة اللي هو أكتب رسالة كرد على رسالة يوكي اللي دازل كياها بالدهس الأول حالوا سجنوا هاي ملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جداً بالامتحان التحريري ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات المجدس في الفيديو برواسل ترجمة نانسي قنقر